السلام عليكم وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد فيديو اي بي كيو زيرو زيرو الفيديو الاول من سلسلة باور كويري المتقدمة او ادفانس باور كويري طبعا اول حاجة تقطر على بالك ازاي اول فيديو ده احنا عندنا ست فيديوهات قبل كده مفيش مشكلة الفيديو ده مكانوا انه هو يكون الفيديو الاول ليه لانه بيتكلم عن لغة ام خطوة بخطوة هنحاول نفهم ازاي بتتبني الكويري خطوة بخطوة وده مهم جدا للناوي يكمل في سكة الادفانس باور كويري علشان الموضوع طويل شوية فهنقسم وعطاها اجزاء والنهاردة هو الجزء الاول الموضوع بالكامل هيكون بيحتوي الحاجات الاتية اول حاجة تكون التدكشن بتتكلم على البناء بتاع الام لانجوش بتتكون من ايه وزاي بتتبني بعد كده هنشوف ايه علاقة ده بالابلاد ستابس وبعد كده هنفهم ايه الفرق بين الاكسبشن والفاليو مع الفاليو تايبس في الام لانجوش لما هتكلم عن الفاليو تايبس هنطر ناخد خطوة كمان ونكسر فيها شوية ونفهم بعمق ايه الفاليو تايبس وحنقسمها الى ثلاث حاجات حاجة اسمها primitive value وfunction value وحاجة اسمها structure data values وحنقف هنا حنقف عند function value ومن اول الجزء التاني هتكلم على structure data values وحنقش فيها list وال record وحاجة اسمها additional structure data ويمكن يكون فيه جزء بعد كده هنتكلم فيه على مثال عملي ازاي نبني query من الصفر من scratch باستخدام advanced editor من غير ما نستخدم خالص user interface قبل ما نبدأ الفيديو اريد ان المصدر بتاعي كان موقع اسمه docs.microsoft وده هنسيب اللينك بتاعه تحت في ال description ولو روحت زورته هتلاقي بيتكلم على power query كلها اكنه catalog بيكلمك على power query من البداية للنهاية حتى فيه كل ال functions الموجودة واستخداماتها وال syntax وامثلة بسيطة عليها الحاجة التانية انه الفيديو ده كمان مختلف شوية عن الفيديوهات اللي قبل كده لاني هتلاقي فيه شرح نظري مش قليل وحتلاقي فيه بعض الامثلة ولكن امثلة دي هتكون بسيطة لان الامثلة دي هدفها انه تعمل تطبيق عملي على الشرح المبسط اللي احنا هنقوله فلو سمحت ما تهملش الامثلة حتى لو كان شكلها بسيط جدا وانصحك تاخد copy من الكود وتروح تحطه في ال power query وتجرب وتشوف النتيجة هتكون عاملة ازاي حتى لو حاجات بسيطة جدا وعشان كده ال pdf هنشتغل منها في الجزء النظري مكتوب فيها الاكواد وهتلاقي اللينك بتاعها موجود تحت عشان ممكن تعملها download وتستخدم الكلام اللي مكتوب فيها وانت بتعمل تدريب عملي مش توقع اكتر من كده وانا نبدأ في الجزء الاول من لغة M خطوة بخطوة تعالنا نبدأ بناها نحاول نفهم ال structure بتاع M language والمقصوب ال structure هو كيفية بناء الكويري ازاي الكويري بتتبني خد بالك انت بتعمل applied step على user interface فتحول الى code والcode ده هو اللي بيشغل الكويري النتيجة اللي انت شايفها قدامك موجودة عشان فيه code مكتوب ورا مش العكس ال applied step ما هي الا انعكاس للكويري اللي اتكتبت لما حضرتك حاولت تعمل applied step على user interface لو انت فتحت ال advanced actor في اي وقت هتلاقي دايما ان الكويري بتبدأ بكلمة let وبتنتهي ب in يبقى دايما لازم فيه let وفي النهاية موجود فيه in وفي النص بينهم موجود مجموعة من الخطوات المجموعة من الخطوات دي ما هي الا مجموعة من ال variables وكل variable والvariable ما هو الا متغير بيتخزن جواه حاجة معينة الحاجة دي ممكن تكون يقيمة expression يقيمة ممكن تكون value على سبيل المثال هنا مثلا في المثال اللي قدامنا ومش مهمة اوي الكود المكتوب هتلاقي مثلا مكتوب هنا source وده اسم الخطوة الاولى وده اسم variable جواها expression عبارة عن function والfunction دي جواها بعض المعلومات يبقى دا على بعض اسمه expression لكن الخطوة التانية مثلا هتلاقي انه جواها value مش expression value o.2 ده ما هو الا value رقم هتلاحظ هنا مثلا ان source مكتوبة مفيش قبلها ال hash و double quotation اللي موجودة قبلها وبعدها زي tax rate ليه لان مفيش space في اسم الخطوة او في اسم variable يبقى ال syntax بتاع power query لو انا الكلمة مفيهاش spaces بتبقى على طول مكتوبة بشكل طبيعي زي بحرك شايف كده ولكن لو فيها space بيتكتب قبلها hash وكمان double code قبله بعد الاسم علشان يقدر يتعامل معها الحاجة التالتة ان كل variables اللي هي اسامي الخطوات والexpressions والvalues اللي هي متخزنة جوا variables دول موجودين دايما ما بين let و in طب وما الايه اللي مكتوب بعد in ده اسم variable اللي حينتج عنه الناتج النهائي بتاع query وبعدها بيكون الخطوة الاخيرة زي ما انت شايف يبقى انا عندي source عندي tax rate وبعد كده عندي tax in tax يبقى الخطوة النهائية هتكون هي نتيجة الاكسبراشن ده هيتحسب الاكسبراشن ده ومهما كانت نتيجته هتكون هي الناتج النهائي للك query بتاعة حضرتك طب ليه انا قلت غالبا الخطوة الاخيرة لانه مش شرط ممكن اعمل كذا خطوة وفي الاخر اخد نتيج النهائي من اي خطوة من الخطوات اللي موجودة قدام حضرتك طب ازاي الام كود بتفهم الترتيب بتاع الخطوات اذا كنت مش لازم اخد الخطوة الاخيرة اولا انا بقول ده معناه ان الترتيب مش مهم الحقيقة ان الك query بتتنفذ بيتم تنفذها من الاخر للاول بمعنى ايه بمعنى ان الكويري بتبدأ تنفذ من بعد كلمة ان هتلاقي ان انا محتاج الريزلت النهائي بتاعي يكون اسمه تاكس فبترجع جوه الكويري تلاقي عندي حاجة اسمها تاكس فتبدأ تدور على ايه المطلوب من تاكس هتلاقي محتاج ان انا احسب الفنكشن اللي اسمها list.sum لكن جوه الفنكشن دي هتلاقي حاجة اسمها source سورس ده عبارة عن ايه variable الـ variable ده يتمثل في الخطوة اللي اسمها source فهيروح الاول يحسب source ويطلع نتيجة النهائية بتاعته ويدخلها جوه الفنكشن اسمها list.sum يجي بعد كده يطلع منها السالري او يجمع السالري زي ما هو مفهوم من الفنكشن المكتوبة هنا ويحاول يضربه في التاكس ريت فحيفه من فيه variable تاني اسمه تاكس ريت فيرجع على التاكس ريت ويحاول يحسبه وبعد كده يوصل للقيمة بتاعته وينفذ عملية الضرب ويرجع في الاخر يديه نتيجة نهائية يبقى الكويري بتتنفذ من الاخر للاول خطوات مش مهم قوي ولكن جرت العادة ان كل خطوة بتسلم الخطوة اللي قبلها ولو اشتغلت من يوزر انترفيس هتلاقي دايما كل خطوة بتسلم الخطوة اللي قبلها كل variable بتعمله بيكون input للvariable اللي بعديه لحد ما تنصل للخطوة الاخيرة والخطوة الاخيرة بتكون هي الناتج النهائي الكويري بتاعتك لو اخدنا الكود المكتوب قدامنا ده بالظبط وعملنا منه copy وروحنا حطناه داخل الـ advanced editor وعملنا اوكي وروحنا بصينا على الـ applied steps هتلاقي المنظر انت شايفو ده بالظبط هتلاقي واحد اتنين تلات خطوات والتلات خطوات دول بالظبط هما equivalent للتلاتة variables اللي انت عرفتهم داخل اللي مكتوبة جوه الـ advanced editor يبقى كل خطوة بتمثل one line of code بتمثل variable موجود جوه الكود اللي بيتجنيرات بشكل اوتوماتيكي لما حرك تعمل الـ applied step عن طريق الـ user interface حاجة اخيرة كل line of code اللي هو بيمثل variable او بيمثل applied step في الـ user interface لازم يفصل بينه وبين الخطوة اللي بعديها او الـ variable اللي بعديه عن طريق يبقى خطوة source في نهايتها هلاقي كاما خطوة tax rate هتلاقي في اخيرها كاما ولكن الخطوة الاخيرة مفيش وراها كاما وده اللي بيعرف الـ power query ان الكود بتحرك خلص والمتوقع بعد كده يشوف كلمة in عشان يعرف الـ result بتاعك هيكون خارج بالزبط من الـ variable او اي applied step انا خدت copy من الكود اللي كان مكتوب قدامنا على الـ power point وهاجي هنا جوه الـ advanced editor في query فضية خالص وهعمل له control V او اعمل paste خد بالك الـ advanced editor بيدي لك هنا تحت حاجة اسمها علامة صح معناها no syntax errors يبقى انت كانت تمام ممكن تقول له done وهتلاقي قدامك الثالث خطوات بالزبط الخطوة الاولى انشأنا جدول الخطوة التانية حطينا tax rate والخطوة التالتة جمعنا العمود اللي كان فيه salaries وضربناه في tax rate وداني value اللي هي اربعة واربعين لو رجعت فتحت الـ advanced editor بالوقتي مرة كمان هتلاقي بمنتهى البساطة ايدي الخطوة الاولى اسمها source في الـ applied steps ويأخرها كاما بعد كالخطوة التانية tax rate نفس الاسم في الـ applied steps وراها كاما واخر خطوة اللي هي tax ومفيش وراها كاما ولو قفلت الـ advanced editor وحاولت تبص على formula bar وانت بتقلب بين الخطوات هتلاقي نفس الكود اللي شوفناه في الـ advanced editor موجود هو هو بالزبط جوه formula bar ولكن من غير اسم الـ variable لان اسم الـ variable موجود عندك هنا من اول equal الكود كله موجود قدامك هنا وكمان هو بيحزف القاما وهو انت بتبص view من داخل formula bar بيحزف القاما اللي في النهاية ادي خطوة source وادي الخطوة بتاعت tax rate وادي خطوة tax الكود بالكامل موجود ما عادة اسم الـ variable تقدر تشوفه من الـ applied steps وكمان الـ comma اللي بتكون موجودة في الاخر في الخطوات قبل الخطوة الاخيرة لكن ايه موضوع expression والvalue احنا بنشرح الجزء اللي فات قلنا ان كل variable ممكن يكون جوا expression او value طب ايه مثال value وايه مثال expression زي ما انت شايف كده بالزبط تحت لما اقول value one اكتب كلمة واحد او رقم واحد بمعناه ان الـ variable ده في النهاية هيشوف رقم واحد طب وما الـ expression الـ expression زي المثال التحتي ده على طول لو قلت له واحد زائد واحد هتقول لي طب هاي فهم ده تنين ايو صح هو فهم ان ده تنين لك انا ما قلت لهش في الاول ان ده تنين يبقى الفارق بينهم صحيح الفارق شكله بسيط جدا ولكن مهم وحيبن معنا واحنا شغالين يبقى الـ expression ممكن اقول ان ده الطريقة اللي بوصل بيها لـ value معينة ولكن الـ value ما هي الا الـ value نفسها بحطها جوا الـ variable بشكل مباشر في الجزء من الفيديو هنتكلم على الـ value types او انواع القيم داخل الـ M Language الحقيقة انه في تات انواع القيم او الـ values النوع الاول هو اسمه primitive value او القيمة الاولية النوع التاني بيسموه function value وعشان نوصل المفهوم بتاعه هو تحويل variable معين الى وظيفة يتم استدعائها حين الحاجة اليها النوع التالت هو structure data values وده مقصود بـ data او البيانات المنظمة وممكن تكون منظمة داخل list او قائمة او داخل record او صف رو صف من البيانات او داخل جدول والجدول في هذه الحالة بيكون مجموعة من الصفوف والاعمدة او ممكن كمان حاجة اسمها additional structure data او انواع اخرى من البيانات المنظمة وده هنجلها وحنحاول نقرب المفهوم بتاعها لما نوصل عندها ال primitive value او القيمة الاولية ما هي الا single value زيها زي اي value بتكون متخزنة جوه اي cell او اي خلية داخل ال excel sheet وعمثلتها كثيرة لكن تعال اخد بعض الامثلة ال value دي ممكن تكون numbers يعني واحد اثنين ثلاثة ممكن تكون text ABC لكن اخد بالك لو انت بتحاول تكتب text جوه ال power query لازم تحطه جوه double quotes واعتقد نفس الكلام هو هو بالزبط زي ال excel لما تكون بتعمل اي function محتاجة input عبارة عن text بتحطه دايما جوه double quotes كمان ممكن ال value دي تكون date وممكن تكون time النل كمان value النل دي زيها زي ال blank او الولا حاجة النل value ولازم تكتبها زي ما كتوبها قدامك كده بالزبط بحروف صغيرة مينفعش تكتبها بالحروف الكبيرة وطبعا خد بالك انه ال power query case sensitive يعني لو كتبت نل بحروف كبيرة ممكن ما يفهمهاش كمان في logical value true and false بتعتبر logical value ولو عملت input ل true او false بقديك حيفهمها وحيقبالها لكن برضو لازم تكون مكتوبة small letters زي اللي مكتوبة قدامنا عشان زي ما اتفقنا ان ال power query case sensitive من داخل advanced editor انا عملت query جديدة اسمها primitive value وزي ما اتفقنا لازم اول حاجة ابدأ ب let وتعالى نبدأ ان اعرف بعض ال variables وجوه كل variable من دول هحط نوع من انواع primitive values فتعالى نجرب مثلا نبدأ ب variable هنسميه number no اختصار number مينفعش اكتب number كاملة لانها بيسموها reserved word يعني كلمة محجوزة لل power query مستخدمة as keyword فمينفعش غير ان انا اكتبها باختصار او بشكل مختلف فاول variable no اختصار number وهنحطه جواه رقم وليكن 123 وبعد كده enter ويحنكتب in وندوس enter مرة كمان ويحنكتب هنا no ادي query كاملة let statement كاملة let و variable وجوه value وبعد كده in ونطلب انه في الاخر قيمة variable اللي اسمه no اختصار number تعالى نعمل done و ادي زي ما انت شايف بقى عندي apply step واحدة اسمها no ومبارة عن primitive value 123 وروح بص على الشمال ادي القيري بتاعتك ويعشان ده number فهتلاقي مكتوب 123 وده اختصار للنمبر تعالى نفتح تاني ونبدأ نضيف variables تانين view advanced editor متعالى بعد اول step كاما واعمل enter وابدأ اعمل variable تاني وليكن txt اختصار لtext equals وعشان عايز ادخل text يبقى لازم افتح double code واكتب a b c طبعا هنا مش محتاج كاما لكن محتاج في الاخر اقول له in text لو انا عايز اتفرج على الخطوة الاخيرة وحقول له done وقادي بقى عندي خطوة تانية اسمها text وبص كده الخطوة الاخيرة هو ناتج الاخير بتاع القيري هتلاقي القيري على الشمال هنا بقت مكتوب عليها a b c وهنا value بتاعتك a b c تعالى نستمر شوية كمان نجرب حاجة تانية من view advanced editor وتعالى نزاود step كمان اتعلمنا خلاص هعمل كاما ودوس enter وعايز المرة دي اعمل حاجة جديدة ولتكن في هذه المرة date فهسمي ده dat اختصار date وبعد كده equal وتعالى نجرب ندخل اي تاريخ وليكن 22.8 بقى تمانية الاول 22 وبعدين 20.22 طبعا ده زي ما انت شايف اتمنى يكون فهمه على انه تاريخ وفي الاخر بدلا ما هي in text هقول له in d a t او ال variable اللي اسمه date وتعالى نقول له done ونشوف ايه اللي هيحصل الداني رقم تاني خالص وشافهاش عنها تاريخ الداني ناتج اسمه 8 ثانية على 22 على 2022 طلع الرقم الصغير خالص ده يبقى فيه حاجة محتاجة اعملها عشان احول الرقم ده الى تاريخ هارجع تاني من view advanced actor وقبل كتابة التاريخ لنفسه هستخدم حاجة اسمها هاش date لو عملت هاش وكتابت وراها كلمة date وبعدين فتحت قوس بالزبط زي date function الموجودة في الاكسل وعايز مني ثلاث حاجات اول حاجة السنة حمس حكامة مكتوب في النص ده اللي هي 22 الحاجة التانية الشهر اللي هو شهر 8 والحاجة التالتة اللي هو اليوم وليكن يوم 22 ولو قلته done هتلاقيه لوقتي يحولها الى date وبص على الايكون او السيمبل اللي جنب primitive value او اسم الكويري بقى شبه الكالندر زي ما انت شايف تعال نجرب حاجة كمان view advanced editor تعالى نعمل comma ونزود step كمان ولتكن مثلا حاجة اسمها null فحكتب nll لو كتبت null اعتقد حيتدايق منك لانه متوقع النل دي كلمة محجوزة وهي فهمها ولو كتبت null زي ما اتفقنا حي فهمها ويدليل انه كتبها بلون اخضر يعني معنى كده دي بالنسبة له قيمة مفهومة وفي الاخر nll واخد space مثلا وبعدين done وهتلاقي في الاخر null ده value وعلامة الاستفهام اللي جنب اسم query تدل على ان هي في الاخر النتج النهائي بتاعها null تعالى نزود خطوة كمان advanced editor تعالى نجرب logical lgc اختصار logical وبعد كده equal تعالى نكتب مرة دي true وزي ما اتفقنا true بتكتب small ولو انها بالازرق معنى كان دي كلمة هو فهمها وعرف تعمل معها ومش اي كلمة كمان هو فهم على طول ان ده logical value يعني لو غيرت هنا lgc عشان اخد الخطوة الاخيرة ودست done هتلاقي الخطوة الاخيرة تحولت الى true الاوبوك تتبولك بي الكبير زي ما انت شايف ولكن الانبوت بتاعك لازم يكون بالحروف الصغيرة وعلى الشمال primitive value وحتلاقي علامة صح وعلامة غلط معنى كده ان هنا فيه فعلا logical value موجودة جوه الكويري دي في الجزء ده احنا نتكلم على function value وزي ما اتفقنا function value ما هي الا وظيفة اذا قمت باستدعائها وانا مديها بعض الارجومنت او بعض القيم هتقدر تديني value جديدة هتعمل اجراءات معينة وتديني عن طريقها قيم جديدة مثال على عمل function موجود قدامنا هنا مثلا لو حبيت اعمل function اول حاجة لازم اديها اسم فانا اخترت اسم اسمه my function وزي اي variable تاني اي step بيكون بعدها equal لكن اول حاجة مطلوبة بعد كده ان انا اعرف متغيرات او الارجومنت اللي بعد كده هتستقبل القيم الخاصة بالfunction دي لازم احطها مبين اتنين براكت زي ما حراك شايف كده بالظبط في الحالة دي انا معرف اتنين variable الاول اسمه a والتاني اسمه b بعد لما بعرفهم بستخدم ال symbol اللي قدامك ده بيسموه goes to symbol اللي هو عبارة عن علامة يساوي وبعديها علامة اكبر من لازئين في بعض بعد ما بحط ال goes to operator او goes to symbol برجع بعد كده اقول له هتعمل ايه في ال parameters دول في الحالة دي بقوله لو سمحت اضرب ايه في بي يعني اي value هتجيلك لايه واي value هتجيلك في بي لو سمحت اضربهم في بعض بعد كده ممكن استدعي الخطوة دي او استدعي ال function دي في خطوة تانية والخطوة دي انا سمتها مثلا result فهعمل value بالجديد اسمه result وحاول لو سمحت استدعي my function وديها values اربعة واربعة يبقى في الحالة دي النتيجة بتاعتي هتكون value اسمها 16 انا قلت له لو سمحت اي قيمة هتجيلك هتتمثل بال ايه هتتمثل بال بي لو سمحت اضربهم في بعض وديه النتيجة النهائية في خطوة جديدة او داخل value الجديد اسمه result تعالا نجرب نعمل الكلام ده مع بعض على ال power query ونشوف ازاي ممكن يتنفذ واحنا على ال power query editor عملنا query جديدة وسمناها function value وفتحنا ال advanced editor وعلى فكرة لو انت مش عامل اي حاجة في ال query وفتحت ال advanced editor هتلاقي المنظر ده let ولا حاجة اتنين double code مفتوحين ومقفولين يعني تقريبا كانت بتقول له blank تعالا احنا نجرب ال function value جوه فاول حاجة وعايز اسمي حاجة اسميها my function وحقول له equal وزي ما اتفقنا اول حاجة محتاج اعرف variables او اعرف parameters بلاش variables سميها parameters او arguments يبقى هفتح قوس وحقول له عايز argument اسمه a وargument اسمه b وبعديهم على طول لازم استخدم ال goes to simple واتفقنا ال goes to simple ده عبارة عن equal واكبر من وبعد كده هقول له هيعمل ايه بال variables او هيعمل ايه بال parameters دي فحقول له والله عايزك تاخد الا وتضربها في ال b وبعد كده هروح بدل source المكتوبة هنا خلاص مش محتاجين source دي هكتب مكانها my function وتعالى نجرب نقول done ونشوف ايه اللي هيطلع لو قلت له done الكوية تحولت الى function بس كده مكتوب هنا ايه fx دي معناها من دي function ولو بصيت هنا مفيش data ولكن مديلك مكانين تدخل فيهم value لل a و value لل b تعالى نجرب هنكتب مية في ال a و 10 في ال b وبعد كده نقول له invoke اخد بالك ايه اللي حصل عمل function جديدة سمها invoked function وحتلاقي جواها ال value اللي اسمها الف طب تعالى نفتح ال advanced editor بتاع ال invoked function هنروح على view advanced editor هتلاقي عنده خطة واحدة بس راح استدعى الكويري بالكامل اللي اسمها function value حطها جوا الخطوة بتاعت ال source وداها 100 وداها 10 وعشان كده لما تضربوا في بعض اداني ال الف وبعد كده in source ده automatic كويري اتعمد بشكل تلقائي تعالى نقول له cancel وتعالى نشيل الكويري دي خلص مش عايزينها هقول له delete وتعالى نرجع الكويري بتاعتنا اللي جواها function value ونشوف ازاي ممكن ننفوك الفونكشن دي من جوا نفس الكويري هروح تاني على advanced editor وده الفونكشن بتاعتنا هنزود خطوة كمان كما وانتر وهسمي خطوة جديدة او هسمي variable جديد اسمه result وهقول له equals وهستدعي الخطوة اللي قابليها اللي جواها function اللي اسمها my function وهفتح قوس وانا عارف ان انا محتاجة اتنين parameter او اتنين argument وهقول له لو سمعت حطي لي اربعة ويحطي لي كمان اربعة وبعد كده بعد ال in هرجع اقول له مكان ما انت كنت عامل لي my function لو سمحت انا عايز in result عشان يطلع لي الناتج النهائي وdone وهتلاقي الكويري رجعت تاني تحولت الى value ومدياني رقم 16 وطبعا الكود بين my function واربعة في اربعة او اربعة كما اربعة يبقى شوفنا ازاي ممكن اكريات function value وشوفنا ازاي كمان ممكن نستدعيها سواء من داخل الكويري او من كويري تانية خارج الكويري انا شغال عليها هنكتفي بهذا القدر بالنسبة للجزء الاول وان شاء الله في الجزء التاني هنتكلم على structure data او البيانات المنظمة او البيانات المنتظمة ولو عجبك الفيديو ده لو سمحت اعمل لايك واشترك في القناة وسبلي تعليق واستنيني الفيديو الجاي ان شاء الله وممكن تبص على بعض الانكات الموجودة هنا لو لقيت فيها حاجة مفيدة ممكن تتفرج عليها شكرا جدا لوقتوكو واشوفكو الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة